اشتركوا في القناة التي لا تتحمل كما انها تؤثر على كل الجسم وتعرق الحياة اليومية فمن الممكن ان يصبح حدا لدرجة انه يجعل المزاج سيء جدا كما يمنع من الاكل ومن اسباب الم الاسنان اذكر تسوس الاسنان تراكم بقايا الطعام بين الاسنان خاصة اذا كانت هناك فراغات بين الاسنان التهاب جذور الاسنان او التعرض الاسنان لضربات او حوادث بداية بزوغ الاسنان الجديدة من خلال اللتة كذلك تراجع اللتة حيث يؤدن كماشها الى انكشاف الجزء من السن وكذلك في بعض المرات تكسر السن وايضا الحشوات السنية التي تكون غير ثابتة في مكانها قد تسبب بعض الام الاسنان اذا سأقدم اليكم علاجات يمكن ان تساعدكم في التخلص والتخفيف من الاسنان دون زيارة الطبيب اذا العلاج الاول العلاج الاول القرنفل زائد زيت جوز الهند القرنفل او اكباش المصمار تحتوي على مادة مسكنة لالالم ومخدرة اما زيت جوز الهند فيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا اذا ما عليكم سوى اخذ كميات متساوية من مصحوق القرنفل او المصمار تضيفون اليه نفس الكمية من زيت جوز الهند لتحصلوا على عجين تقومون بخلط الكل جيدا بهذا الشكل وعند الحصول على عجين ما عليكم سوى وضعه على السن المصاب هذا العلاج رائع جدا يسكن الالم بشكل رائع كما قلنا القرنفل يحتوي على مادة مضادة كما قلت القرنفل يحتوي على مادة مخدرة ومسكنة للالم وهو يستعمل في كل المنتجات الخاصة بالاسنان نظرا لهذه الميزة التي يتميز بها اما زيت جوز الهند فهو مضاد للبكتيريا العلاج الثاني الزنجبيل ما عليكم سوى اخطى قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج واستعمالها كعلاج لالم الاسنان وستشعرون بتحسن كبير توضع على السن المصاب العلاج الثالث زيت شجرة الشاي لان قطرة او قطرتان من هذا الزيت قد تفي بالغرض في حالة الم الاسنان اذ يمكن اضافة وضع قطرات الى الماء الدافئ واستخدامها كغسول للفم او اضافة القليل الى قطنة صغيرة واضحة على السن المؤلم العلاج الرابع الماء الدافئ الممزوج بالملح علاج رائع جدا للتخلص من الم الاسنان بحيث يستخدم كغسول للفم وذلك بادابة نصف ملعقة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدامه كمضمضة للفم 30 ثانية هذا المزيج يعطي مفعول جيد جدا فهو معاقب وفي نفس الوقت يقضي على الم الاسنان العلاج الخامس سنحتاج لعملها الى كميات متساوية من الفلفل الاسود ومن الملح والقليل من الماء اذا نخلط الكل باضافة القليل من الماء لعمل عجين اذا هذا العجين تقومون بوضعه على السن المسبب للألم وستشعرون بتحسن كبير خاصة في حالة ألم الاسنان يمكن اعادة العملية لبضعة أيام متتالية او حتى يزول ألم الاسنان بشكل تام العلاج السادس اوراق النعناع اوراق النعناع الطازجة ممتازة جدا في علاج ألم الاسنان كما انها تعطي شعورا مريحا جدا يمكنكم استعمال حتى النعناع المجفف ان كنتم لا تتوفرون على نعناع طازج يكفي استخدامها بمجرد ان تشعروا بالألم وترقوها في الفم لتعطي مفعولها وللوقاية من ألم الاسنان يجب التقليل من الأطعمة والأشربة الغنية بالسكر لأن السكر يبقى على الاسنان ويتحول إلى حمل وبالتالي يقوم بتفتيت السن وبمهاجمتك وبالتالي تعانون من التسوس وهذا يؤدي للألم أيضا يجب تنظيف الاسنان بشكل يومي كما يجب تنظيف اللتة واللسان مع مراعاة تنظيفهما بلطفة إذن احرصوا على تنظيف أسنانكم بعد كل وجبة حتى تتخلصوا من الطعام أيضا يجب التنظيف بين الأسنان وهذا أمر هام جدا بخيط الأسنان واستخدام غسول للفم سبق وقدمت غسولات للفم رائعة جدا لتعقيم الفم والتخلص من كل البكتيريا التي قد تسبب مشاكل في الفم واللتة أيضا يجب الامتناع عن التدخين نعرف أن التدخين يضر بالصحة وأيضا يضر بصحة الفم والأسنان بحيث يدمر اللتة يقضي على الأسنان ويعطي رائحة كريهة لألفم إذن احرصوا على الابتعاد عن التدخين حتى لا تصابوا بألم الأسنان وعند ظهور أعراض من قبيل الإحساس بألم حاد في الأسنان والممتد لأيام أو في حال إحساسكم بارتفاع في درجة الحرارة أو ألم في الأدن أو عند فتح الفم فعندها يجب زيارة الطبيب للحصول على تشخيص صحيح للتعرف على سبب الألم الحقيقي وبالتالي علاجه بشكل تام إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الحلول الخاصة بالتخلص أو التقليل إلى حد ما من ألم الأسنان إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق أيضا تجدون على القناة وصفات سبقة وقدمتها سواء كما قلت غسولات للفم أو لتبيض الأسنان هي رائعة جدا وتعطي مفعول أكثر أكثر من رائع لتبيض الأسنان للتخلص من الرائحة الكريهة أيضا والعناية بصحة الفم والأسنان وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق وزوروا موقعنا وصفحتنا مفتاح الحياة وكذلك انضموا على الفيسبوك مفتاح الحياة للوصفات الطبيعية الفعالة شكرا على دعمكم شكرا على متابعتكم لقناة مفتاح الحياة وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة بالنسبة لطريقة استعمال هذا المسحوق يمكنكم يعني أخذ القليل من هذا المسحوق يعني وخلطه بالماء أولا هكذا للحصول على عجين لن هكذا يمكنكم كما قلت اعتماد هذه الطريقة وبعد ذلك تأخذون القليل بالفرشات أنا وضعت القليل فقط كما ترون أو يمكنكم فقط يعني غمس الفرشات في هذا المسحوق أو يمكنكم يعني تبليل الفرشات أولا وغمسها في هذا المسحوق وبعد ذلك تقومون بفرش الأسنان بطريقة عادية يعني حكها جيدا حتى نتخلص من كل البقع الصفراء التي تظهر عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة